اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرتضى مجيد رمضان علوي السندي حبيب عبدالله حسن علي الجمري حسين علي محسن بداو السيد محمد قاسم محمد وعلي جعفر حسن الريس ثالثا قبول الاستنافين المقدمين من المذكورين تاليا وتعديل الحكم المستنفي بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة خمس سنوات وهما حسين محمد احمد شهاب ومحمد يوسف مرهون العجمي رابعا رفض السنافين المقدمين من المذكورين تاليا وتعيد الحكم المستنفي فيما قضى به من عقوبة بحقهما وهي السجن لمدة سبع سنوات وهما محمد عبدالحسين صالح الشهابي ومحمد عبدالواحد محمد النجار خامسا رفض السناف المقدم من المذكورين تاليا بإجماع الاراء وتعيد الحكم المستنفي فيما قضى به من عقوبة الاعدام على عن تهمة الشروع في القتل والتحريض عليه والسجن لمدة خمسة عشر سنة عن باقي التهم المسندة اليهم وهم الجندي مبارك عادل مبارك مهنة فاضل السيد عباس حسن رضي السيد علوي حسين علوي حسين ومحمد عبدالحسين أحمد المتغوي سادسا تأييد الحكم المستنفي فيما قضى به من إسقاط الجنسية عن جميع المحكوم عليهم بالإدانة يذكر أن كافة الضمانات القضائية مكفولة أمام القضاء العسكري وذلك وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون القضاء العسكري لسنة 2002 وحيث أن الحكم قد صدر من محكمة للسناف العسكرية العليا فإنه يمكن للمحكوم عليهم الطعن بالتمييز على الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقا لما نص عليه القانون حضر جلسة المحادثة بل جلسة المحاكمة ممثلين عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان وكذلك مندوبين من وسائل الإعلام وعدد من دوية المتهمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر